هلا والله بالشباب حياكم والله فيديو جيد لعبة موضرين وارشب هواشي الشباب عذون الصوت ماتين الوضع الصحي مو كلش تمام فلاونزا ومريض فسمحون من هالناحية بس حاول قدر المكان اكونوا ياكم مع التحديث الجديد وصل غراض الرويل باس يا شباب الى الحساب الاعلاني فاول شي رح نستعرضه هو القطعة الرئيسية بالرويل باس ياسي ان تايب 956 الجديدة المجانية طبعا هاي المدمرة رح تبتلك تسليح جيد وحنستعرضه ياكم وامكانياتها بشكل كامل لكن مشاركة جدا مهمة يا اصدقائي المقطع البدن ماتها الماكس الليفل رح يكون 448500 السرعة 23 عقدة المناورة 10.4 طبعا البدن لو نشوف انه حجم السفينة مع السرعة من الممكن يكون جيدات السونار جدا عالي اعلى السونار بسفينة الآن شفت 3.2 الرادار 8 كيلومتر تمتلك تسليح رئيس رح اشوفكم يا من تاخذوها هذا هو التسليح الكامل 3 صواريخ ويجي 18 مدفعين اي كي 130 3 طوربيدات واي 7 مروحية دفاع او مدفع نوتو عفوا اتش بي جي 17 و 3 دفاعات متغيرة FL 3000 ودفعين مغلقة HQ 9 مثل ال S400 هذا فكرت يا شباب فاذا عندك كثافة نيران عالية هجوميا بشكل جيد التوربيدات مدفعين كذلك 3 صواريخ يعاب عليها الشغلة او نقص به الشغلة خلو نقول ليها ما بها راجبة كافحة التوربيدات من هالناحية يا شباب الوضع صعب بالنسبة للسفينة مع الطوربيدات لكن تكافحة الغواصات نعم تكافحة السفن نعم مدفعين بها شيء جميل وكذلك تقدر سمو دفاعات ودفاعات جوي كعدك 7 دفاعات جوية بين المتغير وبين المغلق اهلا ما رح تجربها بالوفلاين الامانين بالوفلاين ما رح تطين الريدلين بوتات لكن ان شاء الله منتزل النسخة العالمية بعد يوم او يومين رح نجربها بتشكيلة قوية الالونلاين وهنانا الاختبار الحقيقي والمحكي الحقيقي يكون لهاي القطعة بالتحديد يا اصدقائي بشكل عام هل انتم مراضين على هاي السفينة اه بالتحديد تكون بالرويل باس ام لا فكتبوا لي تعليقاتكم الآن خلننتقل الى السكنات الجديدة اللي اضافوها بهذا التحديد عندنا اربع السكنات يا شباب اول شي هذا السكن اسمه المخيط صراحة اعجبني جدا هذا السكن جلد ومخيطي فكرته خلننقول حلوة ينطي اه فالجمانية نوع من الجمانية للسفينة فعدنا هذا خلننقول التمويه جميل عدنا التمويه ثاني الايبوكسي هذا انسو يأذي العين الله وكيلك هذا يا الله هذا نفس الواهم الأصفر يا حبيبي ما ادري شبيه الشركة ويا ذني شبيك ربعودين صدق تشذب عندنا كذلك السكن الآخر اللي هو المحنك واللي اعتبر اجمل السكن به هذا السكن يقول لك هنا يظهر ارادة محارب حقيقي مصاب ولكنه لم يهزم بغض النظر عن مدى صعوبة المعركة يعني انه هذا السكن ينطيك انه كأنه محارب حقيقي مصاب وتعبان ورغم كل الظروف لكن ما يهزم بالمعركة ومستمر فهذا هنا للناس المخضرمة هذا السكن هو لكم ناس اللي خلننقول تقاتل الى اخر نفس هذا السكن هو لكم وعندنا سكن اخر لو اشوفه هنا وين وين بعد السكن رابع عندنا مفروض يكون احنا شفنا ذني بعد 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 اشعدنا سكن الاستواي 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 شه الاستواي شه الاستواي تشابك الكروم السلق ووصال الضبا في سفينة تحيان يا الله حبيب الله بس جايسين يا سكن هذا هلو هل تقلو لا سكن رح يكون براي الباصل الفي اي بي المحنك حطوا يال في اي بي هذا هذا حبي اي بي شو سبسة فينا هذا كشو مضطي اصلا والله لاحظوا كشي تغير ولا ماذا شباب بحس لكو شي تغير ال بهجو قضيت بس اقوح علاوه يا شباب اهنا اربع سكننات قلولي اراكم بالسكننات كذلك الافضل من ادهن يا هو واعذروني مرة ثانية على الوضع الصحي يا شباب ونستحاول كناكم اولا ما اول بالمقاطع وحتى استمر بالبثوث يا اصدقائي في امار الله موسيقى